في سياقنا متصل أعلنت مصادر طبية سورية إصابة 77 شخصا من جراء الهزة الأرضية التي وقعت مساء أمس وقال المصدر أن 56 شخصا أصيبوا برضوض وجروح من جراء سقوط حجارة وتدافع على سلالم المباني خلال الهزة الأرضية ومن جانبه أكد مصدر في محافظة حلب شمالي سوريا أن حالة من الخوف والترقب يعيشها أبناء المدينة بينما في محافظة اللاذقية فقد قالت مديرة المشفى الوطني أن أربع إصابات خطيرة فقط وردت للمشفى الوطني بسبب التدافع والسقوط